فاخذ النصيحة من طبيب حاذقين معلومة طبية في دقيقة ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة في العالم وفي مجتمعنا حيث تصيب حوالي 30% من الناس خاصة من النوع الأول ارتفاع ضغط الدم الأساسي أو الأولي ويكون هذا عادة وراثيا يجب الفحص المبكر لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم لأنه أحيانا لا يسبب أي أعراض وعند تشخيصه يجب الالتزام بالعلاج الموصوف له بقبل الطبيب وعدم إجراء تجربة قطع العلاج لأن قطع العلاج لمرض ارتفاع ضغط الدم يسبب مضاعفات كثيرة ومن أهمها السكتات الدماغية والسكتات القلبية وتصلب الشرعين فالالتزام بالحمية الغذائية والتقليل من الوزن والأملاح والدهون تساعد على تسيطرة على مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يسمى بالقاتل الصامت لأن المريض يصاب بمضاعفاته دون أن يشعر بأي أعراض مهددة أو علامات تسبب له هذه الأعراض فيجب إذن الكشف المبكر عنه والالتزام بالعلاج وتغيير نمط الحياة حتى يكون الإنسان في وقاية وصحة وعافية من مضاعفاته فاخذ النصيحة من طبيب حاذق معلومة طبية في دقيقة الأدواء